بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذه الآيات الكريمة من صورة الأنعام تتكلم عن قوم من المكذبين حينما اضطرهم الله سبحانه وتعالى للجوء إليه لم يلجأوا إليه فلولا يعني هلا هذا أسلوب تحضيض يقول ربنا سبحانه فهلا فلولا فليتهم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم حينما نزل عليهم البأس إذ دادت قلوبهم قسوة فلم يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهنا فتح الله عليهم أبواب كل شيء يعني أنعم الله عليهم بالنعم كلها فلما فتح الله عليهم فرحوا بما أوتوا فلما فرحوا أخذهم الله بغته فإذا هم مبلسون يعني آيسون متحسرون على ما نزل بهم هذه الآيات تبين لنا ضرورة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وضرورة استصحاب وتحصيل رضى الله سبحانه وتعالى وأن رضى الله خير من نعيم الدنيا بما فيها وأنه لا خير في نعيم في الدنيا وعطاء يعقبه أخذ أليم من الله سبحانه وتعالى فرضى الله هو خير مقصود ورضى الله هو خير عطاء وإن قوما غرتهم الدنيا ومتاعها فما كان منهم إلا أن انقلبوا إلى خسران وبوار لكن الذي رضي الله سبحانه وتعالى عليه وأنعم الله عليه بالرضا هو الفائز الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة يطالعنا حديث آخر لسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد به أذى قومه فذهب إلى قوم آخرين يدعوهم إلى الإسلام في الطائف فلما كذبوه ولما آذوه صلى الله عليه وآله وسلم وصلتوا عليه سفهاءهم يلقونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتين فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جلس إلى حائط يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي وهذا هو الشاهد من الحديث يدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن ما حدث له من إيذاء وما حدث له من تكذيب لا يبالي به إنما كل ما يهمه وجل ما يقصده ألا يكون ذلك بسبب غضب الله سبحانه فلو أني حصلت رضا الله ولم يكن ذلك بسبب غضب الله فهذا مقصودي وهذا مرادي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي صختك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالرضى والرضوان وأن يكتبنا من أهل السعادة والرضى في الدنيا وفي الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته